اشتركوا في القناة علامات موقع الكلمة إن كانت عمدة فالرفع وإلا فالنصب وأضعفها فالجر والمضارع يختص بالجزم أقول شكراً عرفتنا الحالات كيف نعرف الحالات؟ كيف نعرف أن اللفظ في حالة رفع أو نصب أو جر أو جزم؟ يعني قلت عندي حالة اسمها الرفع وأخرى اسمها النصب وأخرى اسمها قال فالرفع اسمه عليه ولفظه ينبئك بمعناه ما كان مرفوعاً يعني علامته عليا مرفوع وعلامة الرفع ضمة بضم الشفتين فهي واو صغيرة رجل الإسلام رجل محمد علي واو مضمومة شفتان فيه والنصب أيضاً كالنصب والعلامات فهي عليا أيضاً وعلامتها فتحة آلف صغير آلف صغير أقفلت باب المدرسة اشتريت قلم حبر قلم ألف على آخر الكلمة لكنها صغيرة سميناها فتحة والخفض الدنيا من تحت الجر والجزم السكون قال إذا كانت هذه العلامات دلالات على مواقع الكلمات فإذن لها إضافة في المعنى يعني لها زيادة في المعنى شو يعني لها زيادة في المعنى يعني لها مؤشر في المعنى يعني ليست عملية صورية إملائية فقط نعم وهي ليست كذلك نعم وهي ليست كذلك هذه أشبه بحروف زائدات وهذا الحرف الزائد يفيد معنا زائدا لكنه لما لم يكن كالحرف الأصيل في المزيدات شو يعني حرف أصيل في المزيدات؟ يعني الحروف المبنى تذكر حروف المعنى والمبنى حروف المبنى هي اللي بتشكل الكلمة راجالة هي اسم حرف مبنى إذا اختل أي واحد منها واختل المبنى صارت إما كلمة أخرى أو كلمة مهملة لا يختل حروف المبنى الذي وضعها جدك يعرب ممنوع تختل إذا اختلت حتى في التقدم والتأخر راحت إلى معنى آخر أو أهملت زا يا دا زيد قل دا يا زا صارت الكلمة مهملة وإذا حذفت الزين أو حذفت الياء اختل المعنى هذه حروف المبنى طيب حروف المعنى شو هي؟ هي كل تلك الحروف التي تزاد على الجذور فأكمل فتفيد معنى جديداً مثلاً كاتابة هي المد التي وضعها جدك يعرب الجذر الأصل إذا قلت أضفت إليها ألف في وسطها صارت كتاب ياء مشدد كتيب ياء في أوله يكتب ألف كاتبة استكتاب مكاتبة كتبة كتاب كتب أف كل حرف عم يزيد أو عم ينقص عم يزيد معنى أو عم ينقص معنى مقابله هل يسمون حروف المعاني حروف المعاني وجودها وعدمه لمعنى وعدمه قطعاً قطعاً الآن إذا لاحظت معاي إذا لاحظت معاي مادة كاتابة مش هذا الجذر الأصلي كاتابة طيب أنت وفقتني ومرأتها معاي إنه كتاب زدني لألف زارت المعنى زارت على معنى كتابة أنه كراس أو أنه صحف طيب وكتب نفس الشيء واستكتب وكاتب كله صح كله صح أنا رح جيب لك وحدة نفس حروفها بس بدل على معنى أزيد منها شو هي كتب كتب ما زدت لك ولا حرف يلا زدت لك شو حركة بالأحرم ما زدت لك بدلت لك حركة رتبت حركات إذن الحركات طالع معانا ناتج أنه شو هي أنه هي حروف صغيرة كيف الحرف كان يزيد والله العن يزيد وينقص في المعنى الحركة طالع معاها معاني زائدات وناقصات أيضا كذلك بلا شك إذن إذن شو بأسد وأسد في اللي تفرق يعني بين الأسد الواحد هذا اللي يقوله نيابان وبين الأسد اللي هي ما بعرف مشكلة فرق إذن اختلفت الحركات فاختلفت المعاني من هون صار في قولين عند أهل الاختصاص الإعراب معنوي ولا لفظي الإعراب قيمته لفظية ومعنوية ولا بس معنوية لا 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 الرأي المعتمد أنا لفظي أيضا إذن إذن هذا خالي تماما كالألفاظ تماما كالألفاظ فهي حروف صغيرة وشفنا الحركة قداش بتأثر تبديلا وزيادة وتضعيفا وإنقاصا وبزيد والله العن يزيد تذكروا معنى كانوا أينلكوا نياه في كتب سابقة في النحو كانوا أينلك نحن منبحث في المادة وال أحسن طيب الهيئة شو الهيئة مش بس الزيادة ونقصان حروف لا وحياتك حتى الزيادة ونقصان حركات أيضا وزيادة ونقصان حركات مثلا فعلة وفعلة أوف معنى كتير تبدل شو اللي خلاك تفهم تبدله مش إملائية حروفه أبدا الفاء والعين واللام ما زالت هي هي لكن اللي خلاك تفهم تبدله من فعلة إلى فعلة إيه هو الهيئة بالحركات بالله الهيئة بالحركات فإذا الهيئة بالحركات تماما كالهيئة بالحروف انتهت المقدمة الأولى المقدمة الثانية هذا المسمى بالإعراب واللي استدللنا عليه بالحركات لا نجده مضطردا دائما في لغة جدكم يعرب الفاعل مرفوع شكرا والمبتدأ والخبر مثله صح المسلمون محترمون إن محترمون المسلمون والله إسلامهم محترم أما المسلمون إن شاء الله بكونوا محترمين من شو حوري ما على كل المسلمون كرام طيب كرام فهمنا خبر مرفوع المسلمون محتوظ على فتحة بالآخر وقلتلي مرفوع وقلتلي بالضمة وقلتلي بالضمة هون بدي فهمك شيء آخر إن الحركات هذه اللي هي ضمة وفتحة وألف وفتحة وشو وسكون وكسرة إن هذه الحركات قد تضطر تضطر أنت لإظهار حروفها شو لإظهار حروفها الضمة شو أصلها فإذا رجعها والواو بالمسلمون كان مسلم صارت مسلمون إذن هون بجمع المؤونون صار الرفع بالحرف الأصل للضمة أظهرناه أظهرناه طيب بعرفي عنا أبوك لا يقال عند الشائع في لغة العرب جاء أبوك يقولون جاء أبوك هذي الضم اللي هي عليمت الرفع أظهرناه لك إياها واو كاملة شوية أقدك بلفظك الكامل أبو بقدر ما لفضت الحرف الأول لفضت الحرف الثاني فليست حركة أبداً طيب أكرمت أباك فتحة مش موجودة بس الألف على قدرها على قدر التأسيس بالكلمة أصلاً وين فتحة ما في فتحة في ألف طيب ما الألف أمها مثلاً مررت بأبيك أيضاً كذلك ما في كسرة بس فيليا أرجعت لك الحروب الحركات إلى حروفها الأم هذا بيسموه باب النيابة باب النيابة نيابة عن الحركات هذه سمي أنت إرجاع للأصول اجتهد أنت بالمصطلحات شأنك بس آخر شيء اعرف أن الضمة علامة الرفع وينوب عنها الواو أو تعود لأمها حر والفتحة علامة النصب وترجع إلى الألف أو تنوب عنها الألف ولياء أيضاً طيب طيب إذا لاحظتم معايش يا أحباب لاحظوا إن هذا الباب هو باب نيابة كامل في إرجاع الحركات إلى أصولها شو منحب نسميه هذا الباب باب نيابات الحروف الأصيلة عن حركاتها باب نيابات الحروف الأصيلة عن حركاتها الواو عن الضمة والآلف عن الفتحة والجاء عن الكسرة وهو وهو المسمى بباب الأصيلة الأصيلة أو باب الأصيلة الأصيلة الستة هذا باب من أبواب النيابة الكاملة جميل فعن باب حد باب آخر تنوب فيها الحروف الأم عن بعض حركات الفرح مثلاً الضمة اللي هي أم عفواً الواو اللي هي أم الضمة موجودة مسلمون والياء اللي هي أم الكسرة أيضاً موجودة سلمت على المسلمين الجر بالكسرة بينما هون الجر بالشو بالياء والرفع بالضمة بينما هون الرفع بالشو بالواو إذن جاءني المسلمون وسلمت على المسلمين وين اختلفت هذه النيابة بنصب الله يلعن النواصب النصب بالفتحة جينا بننصب هذا الجمع الواو والنون بننصب بالألف بأمه ما انتصب ما ضبط ليه لأن شو كانت صارت جاء المسلمان يه أني أصدي المسلمون جمعاً إذا بدي حط الألف بيطلع معاي ماذا هيئة المثنى فإمنا خلينا الياء علامة النصب والجر فصار سلمت على المسلمين على طبيعتها النيابية جاء المسلمون على طبيعتها النيابية وأكرمت المسلمين خليتها مثل الجر ليه شو ذوقية هي وكيفية ليه كيف الجر والنصب بحرف واحد قال ليس بدعاً هذا هذا ليس بدعاً حتى في باب الحركات لك مثله وين وين قال في الممنوع من الصدر هذي الفتحة والكسرة بتجيوروا بتجيوروا في عنا أسماء تنصب وتجر بالفتحة في عنا أسماء تكسر في النصب وفي الجر يه مثل شو قال ما جمع بالألف والت أكرمت المسلمات أو مسلمات ومررت بمسلمات إذن لا تعود تطلقت فيها وتقول هذه بدعة ليست بدعة ألياء للكسر للجر وللنصب موجود بكثرة إن النصب والجر متلاسقان مش متلاسقان متجاوران وعيشة مليحة مع بعض بس مع الضم لا الضم تأبى لأنها علامة مرفوعة دائما جعل الله أحوالكم منصوبة وأخباركم مرفوعة إن شاء الله رطو إذن باب النيابة الكاملة باب الأسماء الستة ومثله بقلة باب المجمع الواو والنون تنوب فيه الحركتان عفر الحرفان عن الحركتين دون حالة واحدة ومثله المثنى أيضا حرفان عن حركتين إذن سنقسم باب نيابة الحروف عن حركات إلى كامل وهو الأسماء الستة ناقص وهو المثنى والجمع ثم بعدها ننقل الكلام إلى نيابة حركات عن حركات معاش في حروف عن حركات حركات عن حركات وهي الحركات المفهمة نحن نلقوطها نشيلها حركات غير سليمة مثل شو مثل شو مثل ما جمع بالألف والتاء مثل الاسم الذي لا ينصرف تنوب فيه حركات عن حركات إذن عرفنا هلأ الأصل فهمنا والنيابة في الحروف الكاملات الأم عن الفروع في الحركات فهمناه والأسماء الستة ولذا قال فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وغير ما ذكر ينوب من هون بلج دارسنا الجديد وغير ما ذكر ينوب يعني يكون بابا للنيابة اللي هو سميناه نيابة حروف عن حركات وغير ما ذكر ينوب نحو نعم في شيء أو واجز بالتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر جاء يعني جاء بس العرب يجيزون حذف الهمزة بسهولة بل ويقلبونها مثل شرائع وهي في الفصيح قصايد شرائع بكى بكى عطى عطى إذن الهمزة يسهل الاستغناء عنها هذا جاء أصلا جاء جاء جيد إذن شو بدي يعطيك مثال هو تابع معه قال نحو جاء جاء أخو هذا أخ فاعل مرفوع بس هالمرة مش بالضمة الصغيرة بالضمة الكبيرة اللي هو حرف الواو أخو بني شو هذا بني هذا أصله بنين وبالرفع بنون وشو جيبوا الأقحم لهون قال لا 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 أنا أعطيك مثال هلأ على النيابات وإذا بتركز معاي أكثر أنا ما قلت لك بماذا تنوب قلت وغيره ما ذكر ينوبه نحو جاء أخو بني نمر طيب هات لئلك بشو نيبة هذه هون ثلاث حالات ذكر لك يا ها أخو هي من الأسماء الستة فتنوب فيها كل الحروف عن كل الحركات اثنين بني هذا من جمع الواو والنون تنوب فيها بعض الحروف عن بعض الحركات نمر اسم علم هذا رح يمنعه من الصرف بعد شوي فبكون إشارة إلى ما سيأتي معنا من نيابة حركات عن حركات إذا وافقنا على أن نمر ممنوع من الصرف الموضع خلاف يأتي تفاصيله إذن هذا باب النيابة أعطنا حكم أول باب من أبواب النيابة أيها المصنف الكريم قال ارفع بواو وانصبنا بالألف ما فيهم صعوبة هذه ارجاع الحروف الأم إلى الحركات بشيك أو ارجاع الحركات إلى حروفها الأم فارفع بواو وانصبنا بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أصف يعني ما من الأسماء أصف لك سأعددها سأعددها لك سأعددها لك أوصفها ما هي إذن فارفع بواو وانصبنا بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك يعني من هذاك شوف هوا دي هذي العاملية بعدها بتقول بنقولها نحن من هذاك من هذاك يعني من هذاك لأن هذي الهقل التنبيه هذاك اسم إشارة بدلون نقول من ذاك من هذاك من هذاك الكم يلي ذكر حكمه شو هو أنه أرفعوا بالواو وانصبوا بالألف وجرروا بالياء من ذاك ذو يعني من هذاك المحو من هذاك الكم ذو شو هي ذو إن صحبة أبانا شو يعني إن صحبة أبانا أبانا الألف للإطلاق أصل الفعل ماضي أبان يعني كشف كشف وبين شو يعني عم بقول أنا أم بيك وأخبرك أن لفظة ذو إلها استعمالات عدة عند العرب وحدة من هذي الاستعمالات عند العرب تجي ذو بمعنى صاحب فلان ذو دين يعني صاحب دين ومؤنثه ذات فلانة ذات إيمان وجمعه ذو ذو وجمعها ذوات ذوات دين وذو إيمان وذو علم وذو مال ذو بمعنى صاحب هذا مراد إن صحبة أبانا يعني إذا بيّن لك معنى الصحبة هذا احترازا عن ماذا قال احترازا عن أشياء عن كلمات واحد من هون استذو بحالة النصب شو بتصير ذو بمعنى الصاحب بحالة النصب أكرمت ذا دين وذا إيمان طيب ذا في أني إليك اسم إشارة مثلا ذا الرجل يعني هذا الرجل يقول ذو بمعنى الصاحب وذا هذيك بمعنى اسم إشارة فإذا نحن نريد الذا بمعنى صحبة وتأتي ذو أيضا بمعنى الذي عند بعض العرب وقال قائلهم فحسبي منذ عندهم ما كفانية يعني من الذي عندهم ما كفانية إذن ملخص الكلام إن ذا إن ذو المتكلم عنها هي ذو المصاحبة فإذا كانت ذو بمعنى صاحب ارفعها بالواو فقل علي ذو عصمة وإذا وإذا نصبتها فبالألف فقل أكرمت ذا إيمان وإذا نصجررتها فبالياء فقل مررت بذي دين مررت بذي إيمان قال من ذاك ذو إن صحبة أبان والفم حيث الميم منه بان بان يعني طار يعني انقطع انفصل طار وانفصل يقول بان إذن يقول والفم هو مما يعرب بإعراب الأسماء الستة بس بشرط شو هو الشرط إذا طارت منه الميم إذا حذفت منه الميم لا شو إذا حذفت منه الميم بيظلوا كلمة ما ملت قبل شوي قلت إذا حذفت منه حرف من حروف المبنى ما بيعود إليه معنى طيب كيف هو نعم أتقل فم إذا حذفت منه الميم يعني يبقى فا حرف على الحل كيف هلحكي هذا قال عمه لك هذا الفم عند العرب بتسع لغات إليه تسع لغات ويزيد بعضهم لغة رابعة أو لغة عاشرة لعنت الله على يزيد بعضهم قال فم بعضهم قال فم بعضهم قال فم بعضهم قال فمي فما وبعضهم قال فما فمي وبعضهم قال فما وفمي وعلى لغات أخرى وهكذا عد اللغة المشهورة بالفم بالإشارة إلى هذا الثغر فهو بالفاء المفتوحة والميم فم من دون تشديد لا تقول فمه قل فمه فمه أعجبني فمه أكرمت فمه بدون تشديد بفتح الفاء لغة أخرى بكسرها فيما هو يقول بعض العرب فيما هو أعجبني فيما هو وبعضهم بالضم يقول أعجبني فمه اللغة المشهورة هي هذه فم فمه وفمه وفمه يقول فأنت بالخيار الآن إذا أردت استعمال لفظة الفم مع الميم فأعرمها بالحركات شو يعني بالحركات يعني قل هكذا نظرت إلى فمه مجرور بالكسرة وشاهدت فمه بالفتحة وأعجبني فمه بالضم فأظهر الحركات كلها على الميم وهذا خارج عن إعراب الأسماء الستة متى يعرب لفظة فم بإعراب الأسماء الستة قال إذا حذفت الميم منه فصارت فوه وفاه وفيه فتقول أكرمت فاه ونظرت إلى فيه وأعجبني فوه جيد فإذا حذفت الميم فأعربه بإعراب الأسماء الستة وإن أبقيت الميم فأعربه بالحركات ولذا قال ذو وفو من ذاك ذو إن صحبة أبان والفم حيث الميم منه بان شوفوا يا أحباب رح يذكر بعض ثلاث أسماء أب وأخ وحم بصير أسماء خمسة وبعضهم زاد عليها هن فصاروا أسماء ستة بس المشهور أسماء خمسة أب أخ حم وفو وذو لاحظوا ابتدأ المصنف بفو وذو الإسمين لأنه فيهن شرطين كل وحدة منهن رح يطير منها حرف أصلي ويتحل محله حرف الإعراب هذا شرط هذا شرط أن تدل لفظ ذو على الصحبة ولفظ فم بحذف الميم منها أخ حم أب أخ حم فيه مشترك بين هذي الكلمات يا أحباب إيه شو هو المشترك المشترك أنه حرفين على خلاف الإسم العربي الإسم العربي ثلاث أحرف أصلاً مر معنا أنه لا يوجد جذر إلا وهو ثلاث أحرف جذر إسمي ولا يوجد إسم إلا وهو ثلاث أحرف فإن وجدت إسماً على حرفين فهناك حرف محذوف مثاله يد حرفين طبعاً عفواً عفواً يعني إذا وجدت إسماً على حرفين وهو معرب وإلا فيه إسم على حرفين بس بصور مبني وفيه إسم على حرف واحد بصور مبني مثل الضمير ومثل المان الاستفهامية مبني أنا قصدي لا يوجد جذر عربي على حرفين وهو معرب يقول لي بلى يد معرب ولا مبني يد الله فوق أيديهم قبلت يده صافحته بيده معرب معرب وهو حرفان كيف هيك بإلك لا هذي يد أصلا يدي حذفت الحرف حذف الحرف الثالث الكفر الاستعمال بدليل مين بيجيب لنا الدليل إنه هون فيه ياء فيه ياء محذوفة الجامع لما تجمعها فتقول أيدي هذي الياء بالجامع منين إجت أظهرها الجامع ويظهرها المثنة فيك تقول يدان بس فيك تقول يديان بعد أخ حرفين لا أصلا أخا هون دليل أخوان وبالجامع إخوان أم أصلا أما هن أو أما هن على الاختلاف بدليل الجامع أمهات أمهات إذن هذه أسماء إذن هذه أسماء ثلاثية حذفة بعض حروفها ومثلها قالوا ومثلها قالوا فم أخا الرحمة بين أب وأخ وحم طب عم مش هيك ما عم مثلها نفس الشيك بس ليس مثل ليس منها لا يجمع لا يعرف بإعراب الأسماء قال أب أخ حم كذاك يعني مثل ذاك هو شو قالك بالأول من ذاك عاد رجعلك كذاك وهن هذا وهن يعني عطفها عطفا إلحاقيا ولذا هو تردد في كونها منها أو لا ولذا قال والنقص في هذا الأخير أحسن شو يعني النقص شوفوا يا أحباب لغة إعراب الأسماء الستة بسموها بعض النحات القدامى وهو منهم بسموها حروف علة بسموها حروف علة وبس تليق حرف علة في آخر الكلمة فهو منقوس أو فهو قصر بتليقى مثلا اللي في يا أو كذا بسموه منقوس هنا استلاح آخر شو بدي يقول لك بدي يقول لك حرف العلة ولا نقصه بدونه يعني أنقصه وشو قال قال أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن أنقصها عن حرف العلة خليها على النون ما تقول هنوه وهنيه وهناه قل هنه هن هنها هنه هنه زيد وهن وهن زيد وهن زيد قل هكذا فإذا والنقص في هذا الأخير أحسن الآن الآن عنا كلام ما معنى هن اختلف فيها المفسرون جدا هذه الكلمة العربية غير المستعملة بكثرة ما قد يمال إليه ويكون هو المراد بأنه عكس حم حم هو أقارب المرأة لصالح الرجل والهن هو أقارب الرجل لصالح المرأة يعني تقول حموه من حموك هو أبو زوجتك وإخوتها فهؤلاء حماك وواحدهم حموه هنو بالعكس هو لصالح المرأة يعني أقارب أقارب الرجل من جهة زوجته فهو هنوها أخو أبوه وأخوه فهو هنوها وتعبير آخر بأنه معناه ما استقبح ذكره ما عيب لفظه وبعضهم يقول هو لفظ العورة بالخصوص على كل حال لفظ متداول بقلة عند العراب فهل يعرب بإعراب الأسماء الخمسة لتصير ستة نعم هناك إعراب يلحقه بها فيعرب بالوا و رفعا وبالنصب ألفا وبالجر عأن قال أب أخ حم كذاك وهنو والنقص في هذا الأخير أحسن شو عن النقص في هذا الأخير يعني بدون الحركة بدون الحروف العلة بل أظهر الحركة على نون على النون يقول 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 والنقص في هذا الأخير أحسن هذا النقص اللي هو شو أن لا تستعمل حروف العلة أنقصها يقول وهل لي أن أعرب الأسماء الخمسة بالنقص أيضا أنا في أول جاء أبك ومرت بأبك ورأيت أبه في قال بلى أنا لا ألزمك في لغة العرب ب إعراب الأسماء الستة بالحروف هي الأفصح في غير هن هن لا الأحسن فيها النون لكن أب أخ حم الأحسن فيها الحروف العلة والأبقاء على حرفها الأخير أيه الأفضل أن تقول جاء أخك ولا أخوك مررت بأخك ولا بأخيك قال وبها نطق الكتاب العزيز لا بالحروف بالحروف ولا تنقصها ما كان أبوك أمرأ سوء أبوك مش أبوك وإن كانت لغة الحركات بسموها لغة الحركات فصيحة هي لغة النقص اسمها لغة الحركات أظهر الحركات فصيحة ولذا قال وفي أب وتالييه يندر شو اللي يندر نقص يعني أن تعريبها بالحركات جائز لكنه نادر نادر ومنه قوله بأبه اقتدى عدي بالكرم ومن يشابه أبه فما ظلم بعد في عندك لغة أخيرة وخلص البحث فيها شو القصر شو هو لغة القصر تعرفوا الألف المقصورة يعني أنتج على آخر الكلمة ألفا مقصورة يعني ابقي الأسماء الستة بالألف دوما وهذه أريح للي عادة لسانه مش مطوع على النحو مضبوط خلي يأخذ بهذه اللغات اللي هي بتخدموها جد شو هي الألف المقصورة في آخر الكلمة جاء أباك رأيت أباك مررت بأباك بس إذا بدك تيخذ هذه اللغة لا تخبر عند مين درست إذا نيوي تجعلها بالألف المقصورة دوما فهذا شأنك وهذا ذنبك أنت حر لكنه جائز في لغة جدك يعرب جائز ومنه المثال المعروف أو المثل المعروف مكره أخاك لا بطل مش مكره أخوك مكره أخاك لا بطل ومنه قوله إن أباها وهذا صحيح إن أباها لأنه من الأسماء الخمسة منصوب بإنه وعلامة نصبه الآلف طيب وأبا أبا أباها لا لازم نكون وأبا أبيها طيب إذن اللغة الثالثة هي لغة نقص أي لغة إعرابها بالحركات وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله صلى الله على الله شكرا